ريال مدريد يبدو وكأنه ينتظر خبرا سعيدا خبرا سعيدا جدا لزي حالاتي بيستنوا الحاجات دي كده اللي بتيجي من عند ربنا ايه من عند ربنا فعلا يعني اللي هو خلاص بقى ربنا هيكتب بطولة كده كان خسرها ريال مدريد يبدو انها ممكن تتحسب لريال مدريد والله وهو اعلم طيب الحكاية الحكاية ان برشلونة عنده قضية كده قضية كانت بسبب دفع اموال لنائب رئيس لجنة الحكام الاسباني تعالوا تعالوا اشرح لكم احسن على الفيديو واقول لكم التفاصيل كلها يلا تعالوا نعرض صحيفة ايس الاسبانية فجرت مفاجأة عن فتح المدعي العام الاسباني تحقيقا موسعا مع نادي برشلونة بسبب دفع اموال لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خسيم ماريا نجريرا جوزي ماريا نجريرا كان نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الفترة بين عامي 2016 الى 2018 دي الفترة اللي كان نادي برشلونة بيتعايد فيها مع شركة ديسنيل 95 المملوكة لهذا الرجل اللي هو خسيم ماريا للحصول على مشورته في القضايا التحكمية يعني هما دفعوا فلوس للشركة مش للراجل الشركة بتاعته يعني تحايلوا على القانون ناخد اللي بعد برشلونة قام بدفع ما يصل الى 1.4 من يوم بين 2016 و2018 للشركة التي يمتلكها نجريرا وهو ما فتح المدعي العام التحقيق فيه المدعي العام اتهم برشلونة بالحصول على تسهيلات فيما يخص تعينات الحكام بسبب علاقته في تلك الفترة مع نائب رئيس لجنة الحكام خاصة برشلونة لم يحتسب خد بالك من الحتة الحلوة دي خد بالك من الحتة الحلوة دي انا كنت تبعاني والله خاصة ان برشلونة لم يحتسب عليه اي رقل الجزاء في الفترة ما بين 14 فبراير 2016 حتى 1 مارس 2018 يان هربيض سنتين وشوية ولا ضرب الجزاء على برشلونة يا سلام والله اعلم وهو ما زاد من شكوك الهيئة القضائية ناخد اللي بعد عشان اللي بعد ده برضه هيأكد انه الموضوع في حال غلط لو ما كانش في حال غلط ما كانش الاتحاد الاسباني اصدر بيان الحال الاسباني اصدر بيانا يعتزل خلاله عن تلك القضية والتي تصير الشبهات بسبب وجود تضارب مصالح بين نائب رئيس لجنة الحكام السابق مع احد الاندية المتنافسة تحت مظلته وهو ما تمنعه اللائحة المنظمة وهو ما تمنعه اللائحة المنظمة يعني من حيث المبدأ كده هو فيه خطأ حتى لو لم يثبت على برشلونة شيء فيه خطأ الاتحاد الاسباني ابدأ ترحيبه بتقديم كافة الاوراق والمستندات التي تساعد المدعي العام في قضية برشلونة وتساعد في تطبيق العدالة على الجميع ويستعد لتحمل كافة العقوبات المتوقع فرضاه يا سيدي يا جماله هات اللي بعده ما فيش اللي بعده كده كفاية كده كفاية قوي طبعا لو برشلونة ودين في هذا الامر طبعا ما عافش العقوبات ايه بس اكيد مبدئيا مبدئيا يعني الدول اللي خاده دوت مشكوك فيه فهيددول اللي بعده ده واحد اثنين ممكن برشلونة مثلا مثلا يعني يخسموا منه نقاط عن الموسم الحالي ما عرفش العقوبات هتبقى ايه لو يعني تم اثبات هذا الامر على برشلونة بالمناسبة من العقوبات المتوقع ايضا وبوط الفريق للدرجة الادنة وارد بس نفس الان ما حبش ان برشلونة يعني ايه حب الكورة بقى حب الكورة ملاش علاقة انا بشجع الان ما دي فبرشلونة لا حب الكورة يعني برشلونة ايه اللي يهبط دور درجة خلاص ده دور الاسباني ينتهي كده ما بقاش ما بقاش فيه دوري اسباني يعني طيب ده بالنسبة لبرشلونة ان شاء الله خير يعني بالنسبة للدرجة المدريد ان شاء الله يعني